نرجع بقى للأهل والبيرامد مبران بارحة جماعة حلوة حلوة ممتعة من الفلئتين وفيها كورة مميزة وفيها خمس أهداف وفيها لعيبة مميزة وفيها اتنين مدربين محترمين بس قبل اي شيء قبل اي شيء انا عايز اتكلم شوية عن مرس الكولر انا قلت الكلام ده كتير وهفضل اكرره ده رأيي الشخصي تاني ده رأيي الشخصي بس مسنود على ارقام واحداث مش رأيي الشخصي برضو ايه ساعت من نوم قلت وخلاص يعني ان مرس الكولر هو افضل مدير فني اجنبي جنة دي الاهل ازود شوية هو افضل مدير فني شفت وانا جي في مصر هتقول لها كريم فيه مبالغة ما وفيه اسماء كبيرة عدت منو الجوزيب عظامته دي كلها كالوس كيروش بامكانياته الكبيرة دي كلها مدربين بقى جانب فريرة طبعا كل دول اسماء عظيمة ورائعة كلهم مفيش خلاف يعني بس كولر ليه بصمة الراجل وانت بتتفرج عليه اولا مش بتاع مباردات كل شوية يعني ما بيتكلمش على الضغط طبعا هو اتكلم عنه في المؤتمر بس ما بيقولهاش هو خسران يقول لك اوه فيه ضغط على اللاعبين جوردي يقول لك بالمناسبة اتكلم السنة دي على ضغط اللي بيحصل على فرقته عادي يعني الضغط موجود بس ما بيقودش يقول انا مش عارف اشتغل انا اللعبة عندي بتتكسر ومش عارف ألعب بحد تدوير طول الوقت امبارح خالد عبد الفتاح اللي ما كانش بيشارك المسلم كله أساسي محمد هاني أساسي الأهلي ومنتخم مصر على الدك ارتاح ارتاح أفشة وهجيله بعد شوية على الدكة ارتاح فيش مشكلة مروان اخرج خش هيقاليو ديانج هلعب بوسامة بعالي لوحده وهعاقب كهربا دخل رامي ربيعة ورجع ياسر بريم يوعد على الدكة بعد ما كان هو الأساسي دخل طاهر محمد طاهر بعد ما كان بقيد خالص وقعد رضا سليمة واحمد عبدالقادر برسيته ومش موجود فمش هيحصل لي مشكلة ايس بقى على كل ده مدرب عامل منظومة سليمة محترمة اي لاعب بيخش يفيد فيها او يخش يندمج معاها اي لاعب دي كفاءة مدرب بص وانا عارف انه كتين من جميل النادي اللي بتعشقه ويستحق انه الجميل اللي تعشقه طبعا مع الانجازات العظيمة دي بس كان دايما عندي تحفظ على بيتسو موسماني انه كل شوية حاططلك ازمة ومشكلة ومبرر بيشتغل ب12-13 لاعب طول الموسم ويقول لك اصطنا عندي اصابات كتير ما انت ما بتشتغلش مع باقي اللاعبين الراجل ده مارس الكولر بيدور كل اللاعبين على الفرقة كلهم مميزين بقيت انت لما تشوف تشكيلة للنادي الاهلي حاططتها مارس الكولر كده كده التشكيلة دي كويسة وكده كده تقدر تكسب يا عم ده فلان اللي بيرعب النهارد اه بس مع مارس الكولر هاي خلي كويسة هاي خليسة هاي خليسة